طيب آخر حاجة أختم بيها الفقرة الأخبار وهي متعلقة باستيناف النشاط في الفترة اللي جاية أنا كنت أتمنى بعد قرار التأجيل من 15 مارس أو من 15 إبريل لنهاية إبريل إن الاتحاد المصر لكرة القدم ينعقد ويتخذ عدد من القرارات بالنسبة للمرحلة اللي جاية على الأقل يعرف الأندية الخطوات اللي ممكن يتنفذها أو على الأقل يبعث منشور الأندية بالنسبة للمرحلة الجاية إزاي يتم التعامل مع اللعيبة أو مع المدربين بالنسبة للمرحلة الجاية للأسف القياس ده أنا هيسه على القرارات اللي اتخذها الاتحاد التونسي واللي كانت مصرح حديث الجميع خلال الفترة اللي جاية فيه ما تعلق ببطولة الدورة الممتاز والدرجة التانية في مصر هو قرار من سطرين مد التأجيل لغاية نهاية إبريل لكن إزاي الناس تتعامل إزاي العقود هيتم التعامل معها محدش تلاب أي توصيات ولا أي قرارات ولا اتعاملت أي اجتماعات مع الأندية ولو حتى على سبيل إجراء تليفونات مع كل المسؤولين في طرق اللي جاية لكن مثلا الاتحاد التونسي خد قرارات رسمية قال تمديد عقود اللعابين المحترفين لغاية انتهاء البطولة على أن لا يتجاوز ذلك تلاتين نوفمبر عشرين عشرين يبحد حط معاد بعد ما الفيفا إدى القياس أو إدى التوصية لاتحاد التونسي خد قرارات قال لك الموسم هيستنف وأي عقدة انتهاء تلاتين ستة ممتد ولكن بحد أقصى تلاتين نوفمبر عشان يحافظ على مصلحة اللعب وأيضا مصلحة النادي تأجيل فترة التنقلات الخاصة بالموسم المقبل اللي كانت مفروض بتبدأ من شهر سبعة لشهر تسعة تم تأجيلها وتحديد موعدها بعد نهاية الموسم الحالي لو في تداخل بين العقد القديم لللاعب مع العقد الجديد اللي مضى لنادي آخر الاتحاد التونسي قال لك اعطاء الأولوية للعقد الأول مع الفريق القديم فبالتالي الاتحاد التونسي حط هنا شروط ومعايير عشان أي لاعب مقبل على تجديد عقد أو قرار بعدم الاستمرار مع نادي القديم هيبقى عارف هو آخر فترة قاعد فيها مع نادي القديم هتبقى إمتى اللي هي تلاتين نوفمبر عشرين عشرين هنا الاتحاد التونسي بيشتغل بشكل احترافي ابتدى يدل كل واحد يعرفه إيه اللي ليك وإيه اللي عليك كمان قال مبدئيا تم تحديد أواخر شهر مايو لاستئناف نشاط البطولة يعني يتم السماح بذلك من قبل السلطات المعنية وستمنح الجامعة للفرق تلات أسابيع لإجراء التحذيرات والتدريبات قبل استئناف النشاط يعني الاتحاد التونسي قال للأندية اعملوا حسابكم لو الدوري رجع تلاتين خمسة هتبدأ تتمرن من هذا المعاد بتلات أسابيع رجع بعد تلاتين خمسة بفترة عنديك فترة تلات أسابيع قبل استئناف النشاط فعرف كل نادي إنك لو رجع النشاط في أي فترة عنديك ثلاث أسابيع قبلها عشان تستقنف التدريبات وتبدأ تشتغل وتعد اللعيبة للمرحلة اللي جاية كمان الاتحاد التونسي راح بقى الجزئية الطبية لأن طبعا رئيس الاتحاد التونسي دكتور وديع الجريء دكتوره وطبيب فقال لك كمان عاون يساعد الأندية في إجراء التدريبات في الفترة اللي جاية بتدابير احترازية بمجموعات خمسة لعيبة في كل مكان مختلف عن المجموعات الأخرى عشان ما يكونش فيه اختلاط في الفترة اللي جاية اللي أقصده من تناول هذا الخبر وإعلان هذا الموضوع أن الاتحاد المصري بعد شهر من قرار التاجيل من 15 مارس ما فيش أي معلومة سواء على الخسائر هتبقى أدي إيه الأندية تتغل إزاي اللعيبة واضحة إيه خالص ما فيش أي تفكير حتى في التدعيم المادي بالنسبة للأندية واللاعبين في الفترة اللي جاية لكن في استهناف النشاط فيه اتحادات اشتغلت واشتغلت بعد توصيات جاني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكن في الاتحاد المصري لقرارة القدم أي جديد لقاله للأندية ممكن الموسم يستقنف خلال فترة أدي إيه أو ممكن ينتهي إنت حد أقصى إمتى ولا عرف اللعيبة اللي ممكن عقودها تنتهي إنت حد أقصى معاك لو المصف ممكن يستمر بعد نوفمبر لا إنت خلاص عادك يكون آخره 30 نوفمبر حدش بيشتغل على كل هذه التفاصيل لكن بره العالم كله بيشتغل في الحلقات السابقة تكلمنا عن الدوريات الكبرى الناس زي بتشتغل في الدورة الإنجليزة الأسباني الإيطالي الألماني الفرنسي تكلمنا عن المداخل المالية تكلمنا عن التدعيمات بأرقام مالية حتى هون نهاردة بنستعرض حتى في أسبانيا الدعم اللي عيتم من الاتحاد وربطة اللاعبين لأنديتك التانية والتالتة وألعاب أو كرة الصلاة أو مداخل كرة اللاعب في ألعاب أو في الصلاة المغلقة تكلمنا في أرقام الف يورو بنتكلم في عشر تلاف يورو الأرقام معروفة وسبتة وحدد لكن في مصر للأسف حتى هذه اللحظة أنا مش شايف أي تحرك خالص من الاتحاد المصري لكرة القدم حتى لو الأمر فيه ضبابية العالم كله بيشتغل والعالم كله بيفكر لكن للأسف للأسف لا يوجد حتى مبادرات تقدر تجي منها متخيل مالية الناس اشتغل عليها الفترة الجاية ولا شايف أي دور إيجابي خالص خالص صراحة بأمانة في الاتحاد المصري أو حتى الأندية واللاعابين بالنسبة للمرحلة اللي جاية عموما أكتفي بهذا القدر وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ إهاب الخطيب عموما أكتفي بهذا القدر عموما أكتفي بهذا القدر